اجتماعي 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 خطر اجتماعي السلام عليكم و هلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث عن AUS 14.3 بيتا الأول صار فيلم في البيتا الأول هذا أبل ماتش السالفة نزلت أول شي في النهار و اسحبتها فجأة للمطورين طبعا بيتا الأولى و نسخ الجربي الأولى بعدها بساعتين أو ثلاث ساعات رجعت نزلتها مرة أخرى و اسحبتها برضو في ساعة تقريبا 10 بتوقيت امريكا هنا أو بتوقيت منطقتي هنا الليل نزلتها قبل المطورين يعني الآن يقدرون المطورين مصحبته فلايو اس 14.3 الآن بيتا للمطورين نسخة الأولى نزلت وبرضو الايباد اس 14.3 برضو نزلت للمطورين واتش اس 7.2 برضو نزلت للمطورين وتيفي اس 14.3 نزلت للمطورين فلنتكلم لكم حين عن البلد نمبر والأشياء الجديدة كبداية حجم النسخة بما اني كنت على النسخة النهائية الليلة 14.2 وحين نقلت لحق 14.3 فراح يكون حجمها عالي فنزلت عندي تقريبا 5 جيجا على الايفون 11 برو مكس وهذه اخر نسخة راح تكون على ال 11 برو مكس وبرضو انطباعي للنسخة راح تكون على الايفون 12 برو مكس ففقط راح أوريكم ميزات النسخة هذه والانطباع والنسخة الجاية راح تكون على الجهاز الايفون 12 برو مكس فلو نخشل على الادات عام حاول نشوف البلت نمبر في النهاية ففيه فرق كبير فالنسخة ال 14.2 كانت عندي 18 ب 92 مثل ما تشوفنا عندكم لكن هذه حين النسخة التجربية الأولى 18C5044F فالF يعتبر انه ريضين على ما تنزل النسخة راح نتكلم بالنهاية متى راح تنزل النسخة وتوقعنا انه متى راح تنزل النسخة لو ننزلتها هات لكم برضو راح نشوف المودم فرمير يعتبر خير عندنا لاقط الشبكة ولاقط الوايرلس او الابراج برضو كانت النسخة 14.2 عندي 20204 الآن عندي 20304 ففيه اختلاف راح نشوف قدام كيف الشبكة عندي هل فيه تحسن او فيه مشاكل ما ندري طيب نتكلم لكم عن الميزات اول حاجة في بداية المؤتمر ابل الاعلان عن الايفون تكلمت انه ميزة اسمها ابل برورا وتكلمت لكم عن الميزة هذه في ملخص المؤتمر وفي الايفون برضو وقالت قبل ان هذه الميزة ستنزل للايفون طولفو برو وطولفو برو ميكس فقط لجهزة برو ستنزل على نهاية السنة فالان لايقص 14.3 بيت الاول في هذه الميزة لو نخش العرادات اذا كان عندك جهازك للايفون طولفو برو وطولفو برو وانزلت عندك نسخة 14.3 في المستقبل ان شاء الله ليس الان فلا تمنى اي شخص ينزلها عشان يجرب الميزة لان بتوهج جهازك حرام جديد انتظر لان تنزل النسخة وسنتكلم قدام متر سنتوقع تنزل النسخة للكل فالمهم اذا انزلت النسخة عندك خش العرادات انزل تحت اذهب للكاميرا اذهب لتنسيقات ستشوف هنا خيار عندك طبعا ما عندي لانه مثل ما قلت لكم على الايفون برو ماكس ستشوف هنا خيار مكتوب عليه ابل برو رو لحق اي شخص عند نسخة ال 14.3 سيشوف خيار هنا يقدر يشاقره واذا شقلته ستخش على برنامج الكاميرا ستطلع عندك هنا خيار هنا مكتوب عليه برو رو تستطيع تشغله هي الميزة للمصورين والذي يحبون التصوير مثل ما قلت لكم الايفون والتولفو برو ماكس والتولفو برو لحق اللي يعرفون التصوير كثير فتصوير بصيقة الراو فاذا صورت الصور تعدل عليها برامج الفوتوشوب وذي الأشياء تعدل الألوان أكثر لكن الميزة هذه ستكون على طول طافية انت تشغلها وتصور فيها فما تمنى شخص على طول يشغلها عشان يصور فيها لانه سيكون حجم الصورة كبير بل ما تقول لكم قبل انها ستكون تقريبا على 25 ميجا بايت فصورة 25 ميجا بايت كبيرة مرة انت تطفيها وتشغلها بكيفك وللمصورين هذا الشيء حلو ممتاز يعني عشان يعدلهم عن الصورة يكون أكثر في تعديل الصور ولو نذهب إلى برنامج صحة نفتحها ننزل تحت بيانات أخرى طبعا لم يرى الخيار هنا لكن اليوم بحتى أن نظر له الحريم الحمل فإذا فتحت برنامج حمل تستطيع ان تتبعين الحمل وأشياء الحريم بالأيام بالأسابيع بالأشهر و بالضوء الآن في الفتنس أو الكارديو اللي عندهم فالآن الكارديو يمكن أن تتبعون الكارديو لا تستطيع أن تضع لمت لك الكارديو و إذا وصلت للمت هذا سيأتي تنبيه في الساعة يقول لك وصلت للمت لليوم فهذه ميزة حلوة في الحق أبل واتش برضو برنامج الهوم أو المنزل فتحنا برنامج المنزل الآن الآن إذا كان عندك مثلا من طرف ثاني من شركة ثانية مثلا إنارة أو شي فما يحتاج أن تحمل برنامج الشركة لكي تحدث الإنارة في المستقبل إذا كان نزل لها تحديث لا إذا تنزلت الإنارة حين عندك هنا في المنزل طبعا بعض الإنارات يدعمون الأشياء مثل المنزل الدكي و الأشياء هذه و يجب أن يدعمون برنامج المنزل حق الآيفون فالآن خلاص نزلت أبل خيار و تضغط على نفس الإنارة و تضغط هنا و ينزل لك خيار التحديث و تتحدث الإنارة بدلا من أن تفتح البرنامج حقه و تحدثها من هناك و برضو هذه في iOS 14.3 تكلمنا من زمان تتحدث عن الـ iOS 14 في ميزة أبل الكليب الآن في iOS 14.3 تقريبا فتحت ميزة أبل الكليب تتحدث عن المزمان و لا يتحدث عنها كثيرا أشخاص الذين لا يعرفون أبل الكليب يستطيعون يفتحون قوائم التشغيل لدينا في الغنام و يرون بداية ميزاتها و تتحدث عن هذه الأشياء بالشيء خبير سأقول لكم أن الآن سأت متجر و لا يحتاج إلى تحمل البرنامج و تأخذ من أي شركة على السريع و تأخذ شيء و يقول لك أن تحمل برنامج أو شيء لا يدعمون الأبل الكليب و تفتح برنامج الكاميرا عندك و تفتح برنامج الكاميرا عندك و تعمل براكود نسخ و يفتح برنامج تقريبا يكون شيء من برنامج أغلى من 200 ميجا بايتس أو 150 ميجا بايتس و تفتح الشيء الذي تبيه بسرعة و تتحدث و تخلص كأنك حملت برنامج سواء حساب بسرعة في الأبل الكليب و أيضا برنامج الضغس لفتح برنامج الضغس الآن Air Quality أو جودة الهواء قبل دعمتها الآن في USA طبعا نوجود عندي من زمان و لكن دعمت برنامج أو ألمانيا وبريطانيا والهند والمكسيك و أيضا الصين لا توقع أنها سنحتاجها في الدول العربية مهم من جودة الهواء هنا دعمتها في دول ثانية و أيضا الأشخاص الذين يعرفون من السن اللي ستتغريبا قبل دعمت الكنترولر مثل البلايستيشن أو الإكس بوكس أو كنترولر ثانية تستطيع تلعب فيها للألعاب التي تدعمون الكنترولر بعض الألعاب و أيضا تدعم الكنترولر لكن الآن قبل أن ننزل البلايستيشن 5 تعديث هذا iOS 14.3 إذا كان لديك يد بلايستيشن 5 تستطيع تلعب فيها على iOS 14.3 على الآيفون أو الإيباد أو أبل أو الماك و أيضا برنامج أو برنامج تتبع أو العثور تحديد الموقع لو نفتحه من هنا نرى أين الأجهزة لدينا كلهم لكن أبل الآن نزلت شيء قريب و كنا نتمنى كثير طريبا هذا الهدف أو الهدف iOS 14.3 شيء بالنسبة لي أبل المساويته أبل برو رو الذي قالت أن تنزلها للآيفون طولفو برو و طولفو برو ماكس و أيضا إيرتاق فالآن مثل ما ترون أكواد في نفس النسخة هناك شكل حقيبة سفر حقيبة ظهر نسخة أبل جالسة تختبر AirTag تكلمنا كثيرا عن AirTag فأتوقع أن أبل جالسة تختبر AirTag الآن يمكن إذا كانت جاهزة تنزلها ممكن شهر جاء و شهر لبعده و مع هذه النسخة إن شاء الله نرى و أيضا بعض الأشخاص المطورين شاهدوا تاغ أو صورة في نفس الملفات النظام هذا لحق السماعة فيمكن أبل جالسة تختبر سماعة AirBot Studio الآن إن شاء الله في المستقبل تنزل إذا كانت الآن يختبرونها و سنكمل معكم من حق النسخة إذا لم أحدفتها أبل فشي حلو فأبل ممكن جهزتها إذا لم أحدفتها يعني يعرف أنها مطولين أيضا هناك شيء لكن لا أستطيع أن أقول لكم أنها ميزة فتحته في لائفون سراحت عليه فأجبت لكم العبادة حين على نسخة تجريبية 14.3 نسخة تجريبية الأولى إذا فتحت Apple Store أول مرة سأطلع لك سبتلاش كريم أول ما نفتح سأطلع لك سأطلع الأشياء الجديدة في Apple Store والاركايد أولا فقط تسوق الأركايد فقط لذلك الخيار يعتبر ميزة أو لا فقط مهم هذا هو و أيضا هناك ميزة لا أتوقع على الأشخاص سيستخدمونها لكن إذا خلقت عددات و ستحق سفاري و محرك البحث هنا تستطيع تغيرها حين هذه المحركات البحث الموجودة تستطيع تضعها إلى إكوجا محرك بحث أول مرة سمعا لا أتوقع على الأشخاص سيغيرونها أكثر الأشخاص سيستخدمون جوجل لكن الآن لحطتها أكوجا و فتحتنا وبحثت عن أي شيء سيتحول لك على هذا المحرك مثل ما نرى بدل ما أنه جوجل أو أنك ترجع تخلي جوجل ترجع مرة ثانية وتبحث هنا مرة ثانية يرجع لك جوجل فتقريبا هذه الأشياء كلها حق المييزات هنا في iOS 14.3 نسخة التجربية الأولى و نرى ما تفعلها ستنزل المييزات قدام في البيتة الثانية أو الثالث نرى قدام بعض الأشخاص يقول لي سوف ينزل مثل ما قلت لكم الآن أن النسخة هذه نهاية البلد نبر حقها F فشوية مطولين إذا كانت أبل تنزل نسخة ثانية السبوع الجاي ممكن السبوع اللي بعد لا أتوقع لأنه في العياد هنا و هناك بلاك فرايدي و الأشياء هذه تنكس كيفينج فأتوقع أنه لا تنزل هنا لكن أنا المتوقع أنه على نص شهر ديسمبر سوف تنزل النسخة هذه خاصة أن أبل قال أن أبل برو رو سوف تنزل للآيفون 12 برو 12 برو ماكس على نهاية السنة فعندنا قرابة الشهر على نهاية السنة عندها أبل هنا فاضية تستطيع أن تنزل أشياء هنا السبوع الجاي مستحي أن تنزل النسخة هذه للكل فأتوقع أنه النسخ الأول من شهر ديسمبر يمكن نرى نسخة الآن لو أقول لكم عن أداء النسخة الآن لو نفتح الآن توتو البداية فأول حاجة النسخة هذه الأولى فلا تأخذ كل شيء سأقول لك الآن لازم نجلس نختبرها خاصة للحق النسخة النهائية هذه الأساسية فالآن يمكن أن تشوف الأرقام عالية وتشوف الأرقام من خفضة على حسب الجهاز وعلى حسب النسخة الأولى فلا نستطيع أن نحكم عليها مثل ما نرى النسخة النهائية لل iOS 14.2 كان عندي مثل ما نرى 53 37 99 الآن 53 79 35 فأداء الألعاب يعتبر ارتفاعنا أداء أفضل لكن هل هذا سيؤثر على البطارية لا أدري الأختبار سيكون مثل ما قلت لكم بعد أربع يام وخمس أيام من حق الفيديو سنزل على iPhone 12 Pro Max لأنني أكمل استخدام هذه النسخة على iPhone 12 Pro Max لو نرى الملكيك نفتح نرى مثل ما نرى هذه النسخة النهائية 14.2 وهذه 14.3 الآن فما يعتبر في فرق السنجل كور 13-30 والآن 13-33 ما في فرق أما الملتي كور 35-55 والآن 34-85 وكي في نزل خفيف لكن ما رح تحس فيه لو نرى المثل هنا مثل ما نرى كانت على النسخة النهائية الكل التي استخدمها 74-47 والآن 74-89 في ارتفاع خفيف لكن مثل ما قلت لكم لا نستطيع أن نحكم هذه النسخة التجربية الأولى فيها سيكون مشاكل أو شيئا فمع المستقبل والنسخة الثانية سنحدد ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالغناة واشتراك في حساب وإسناب شات شرف وضبطكم وعمل لها كل مقطع ونشر المقطع ولا تنسون الوضع لدعاكم والسلام عليكم شكرا شكرا